التوتر بين بغداد وأربيل ما زال سيد الموقف حتى الآن بين الجانبين في ملفات تعد مزمنة ومعقدة في ذات الوقت تتعلق بالنفط والموازنة وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها حيث يسعد وفد من كردوسان العراق لعقد سلسلة من اللقاءات في بغداد لبحث هذه القضايا التي تشكل مصدر للتوتر بين الطرفين منذ سنوات يضاف لها مشروع قانون الخدمة الإلزامية والذي شهد خلافاً برلمانياً شديداً ورفضاً من قبل الأحزاب الكردية التي رأت فيه مساساً لأمن كردوسان العراق معلنة عدم تأييدها القانون بأي شكل من الأشكال زيارة الوفد الكردي إلى بغداد تأتي ترجمة لاتفاق سياسي عقده الإطار التنسيقي خلال شهر تشرين الأول الماضي مع الحزبين الكرديين من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية والتشكيل حكومة السوداني مقابل تعهد الإطار بتمرير ثلاثة قوانين متعلقة بهذه الملفات وهو الأمر الذي دعا الوفد الكردي إلى التشكيك بالتزام الإطار التنسيقي المشكل لحكومة السوداني بتعهداته قائلا إن هناك صعوبات جمة تنتظر الوفد الكردي لأن التعهد بإقرار القوانين شيء والتوافق بشأن تفاصيلها وتنفيذها أمر آخر تماما مشيرا إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية تسيطر عليها قوى بعينها في إشارة إلى الإطار التنسيقي وبأن أربيل ليست لديها ثقة بهذه المحكمة خبراء الاقتصاد أكدوا أن قانون الموازنة لعام 2023 والذي من المفترض أن يقره البرلمان الحالي قبل نهاية هذا العام بموافقة قوى الإطار التي تمتلك أغلبية برلمانية واضحة سيضمن لكردوسان العراق الحصول على قرابة 130 مليون دولار فضلا عن جزء من عوائد صادراته النفطية والغازية ونصف العائدات الجمروجية مراقبون بيّنوا أن ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها تعد ملفا شائكا وغير قابل للتنفيذ بسبب ارتباط هذا الملف بالدول المجاورة وحاجته إلى تفاهم مع القوى الأقليمية بشأن مخاوفها من تحول كردوسان العراق إلى لاعب أقليمي هو إذن خلاف في شكله ومضمونه يعد السمرار للفشل السياسي بعد عام 2003 كما يمثل السمرار لمسلسل الصراع على المناصب والسلطة على مقدرات العراق والثروات من قبل كتل وأحزاب وميليشيات